وقع الخلاف مجددا على خارطة الطريق في ليبيا كل شيء عاد إلى المربع الأول مع تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري المفوضية العليا للانتخابات حملت مؤسسات رسمية بينها القضاء مسؤولية التأجيل فيما يتجدد الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول مستقبل العملية السياسية ومصير السلطة التنفيذية الحالية البلاد لا تزال تسير بحثا عن حل سياسي ولسيما مع تأجيل مجلس النواب جلسته للأسبوع المقبل لمناقشة مصير الانتخابات والسلطة الحالية المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب صبق أن اقترح ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر بالتزامن مع ورود معطيات تفيد بعزمه على إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة بشكل كامل وتكليف حكومة انتقالية جديدة للمرحلة المقبلة لكن الواضحة للعيان أن هذا التوجه يلقى معارضة رسمية المجلس الأعلى للدولة حذر البرلمان من اختيار حكومة جديدة من دون التشاور معه فيما أثارت تصريحات رئيس الحكومة المزيد من الجدل بعد إعلانه استمرار حكومته في عملها إلى حين وضع دستور وإجراء انتخابات حقيقية لقيادة البلاد كما هاجم الدبيبة قوانين الانتخابات معتبرا أنها معيبة وغير عادلة داعيا إلى تأسيس الاستحقاق الانتخابي وفق دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين وعلى الرغم من أعلان المفوضية العليا للانتخابات استعدادها لأي خيارات مديلة يرى محللون استحالة إجراء الانتخابات في الوقت الراهن ولسيما بعد وصول التنافس إلى أقصى ترجمة نانسي قنقر